ارغم التبريرات والحجج التي تقدمها الشركة العامة للكهرباء غير ان الاحتجاجات متواصلة تنديدا من قطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وصلت الى 13 ساعة في بعض المناطق في العاصمة طارابلس محتجون غاضبون من منطقة النفليين وسط طارابلس اغلقوا ليلة الخميس الطرقات المؤدية الى المنطقة وما جورها احتجاجا على انقطاع الكهرباء وبحسب ما تدولته وسائل التواصل الاجتماعي فان عددا من المتظاهرين اضرموا النيران في الاطارات المططية بالشوارع معبرين عن غضبهم من عدم التوزيع العادل لساعات طرح الاحمال بين المدن وكانت مناطق غوط الشعال وحي الاثار وصمافر التضامن شهدت الايام الماضية هي الاخرى احتجاجات ضد الشركة العامة للكهرباء نتيجة استمرار انقطاع الطيار ليست مناطق الجنوب باحسن حالا مما تعيشه مدن المنطقة الغربية فالازمة متواصلة هناك وانقطاع التيار الكهربائي يتجاوز الاثنة عشرة ساعة يوميا وكردة فعل على هذا الواقع الذي ارق المواطنين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف نظم عدد من مؤسسات المجتمع المدني بسبها وقفة احتجاجية طالبوا فيها الجهات المسؤولة باستكمال محطة اوبار الغازية لعلها تخفف من حدة الازمة وتساهم في تخفض ساعات طرح الاحمال المحتجون في سبه اكدوا انهم سيظلون متمسكين بمطالبهم حتى تحقق ولكن هل تستجيب الجهات المسؤولة في الدولة لهذه المطالب القديمة الجديدة التي ينادي بها المواطن الليبي في جميع المناطق والمدن منذ سنوات لا تبدو ازمة انقطاع الكهرباء في طريقها الى الحل خاصة مع التبريرات التي تقدمها الشركة والتي يرى البعض انها واقعية وانه ليس بالامكان رفع هذه المعاناة امام ما تشهده البلاد من فوضى امنية في بعض المناطق من حين الى اخر تسببت في انقطاع تزويد الوقود والغاز عن بعض محطات توليد الكهرباء كما تقول الشركة بينما يرى البعض الاخر ان الشركة والمسؤولين فيها غير قادرين على توفير الحلول البديلة وان سوء ادارتهم للشركة احد اسباب الازمة ليست الاوضاع الامنية فقط التي ادت الى هذا الوضع فادارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء تقول ان رفض بعض المناطق وعدم تقيود بعضها بتنفيذ برنامج طرح الاحمال واستعمال القوة في عدم قطع الكهرباء اضافة الى الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية من قبل بعض المواطنين كلها اسباب رئيسية للعجز عن تغطية الطلب وبحثا منها عن حلول بديلة لتجاوز العجز تقول الشركة انها تنتظر فتح الحكومة للاعتمادات المخصصة للمشروعات للبدء في انشاء محطة في طرابلس بقدرة 350 ميجاوات مدير مكتب الاعلام بالشركة محمد التكوري اوضح في مداخلة مع النبأ ان الشركة تسعى لتكون قدرتها لانتجية اكثر من 6000 ميجاوات ونجحت في ذلك لكن احتراق غرفة المفاتيح بمشروع الخمس اضافة الى تعطل في مولد بمحطة الرويس حالا دون ذلك وادى لتعميق الازمة الشركة العامة حذرت في وقت سابق من انهيار الشبكة العامة والدخول في اظلام تام بسبب عدم التزام بعض المحطات ببرنامج طرح الاحمال ليبقى المواطن في المناطق الاكثر تعرضا لطول ساعات انقطاع الكهرباء يطالب بتوزيع عادل لساعات الطرح فالى اي مدى تبدو تبريرات الشركة العامة للكهرباء مقنعة وان الحجج التي تقدمها تؤكد ان الاسباب الرئيسية للعجز تخرج عن نطاق مسؤوليتها وكيف يمكن تطبيق برنامج عادل لطرح الاحمال في ظل رفض بعض المناطق الالتزامة بساعات الطرح كما تقول الشركة واي حلول واقعية يمكن للشركة ان تقوم بها من اجل تجاوز الازمة المتواصلة منذ سنوات واي دور للجهات المسؤولة في الدولة وخاصة الحكومة المقترحة فيما تعانيه الشركة من ازمات ترجمة نانسي قنقر